يمثل السمادات الطبيعية المستخرج من مخلفة المواشي والدواجن مادة حيوية مهمة بالنسبة للأرض ويعتمد عليه المزارعون في تهامة بشكل كبير نظرا لفوائده المتعددة السماد مادة تضاف للتربة من أجل مساعدة النبات على النمو ويستخدم المزارعون عدة أنواع من الأسمدة لإنتاج محاصيل وفيرة السماد ثلاثة أنواع الدم البلدي حق المواشي يفيد الزراعة وفي سماد يضر الأرض يحق المسانع حق الملدي صناعيا يضر بينما السماد الطبيعي من المواشي والدواجن ينفع في ماذا ينفع بالضب؟ ينفع للزراعة، ينفع للأرض، ينفع لكل حاجة ما يضر شرام تحتوي الأسمدة على مغذيات أساسية وتصنع من روث الحيوانات وهو السماد المواشي من الأبقار والأغنام ونوع آخر يصنع من الدواجن ولكل نوع خصائص معينة سماد الدواجن إذا طرحت منه كوكسرة يحرق لك الزرق ويضر الأرض يخلي الأرض تشقر عندما تجي تسقيها تجي والماء يروح وينزل تحت لكن الدبل البلدين يجلس فوق يستفيد منه الزراعة، يستفيد منه زراعة طمط، حب حب، شمام، كوشة، بامية تستفيد منه السماد الدواجن يجب أن يكون يدفنوا يدفنوا في التربة لحتى يستبلد إذا استخدموا كذا عشوائيا يضروا يخلي الأرض تطلع بعدين حتى إذا نشف الماء يصلح فيه جسمك جروح سماد المواشي يعني يجي مختلف ويجي أنه سماد الدواجن لأنه سماد المواشي يجي تأثير عقا في التربة بسرعة لكن سماد الدواجن يجي تأثيرها في التربة بعد سنة تكتسب الأسمدة أهمية كبيرة بالنسبة للأرض الزراعية والمزارعين ولكن لأنواعه واستخداماته طرق معينة يفقهها معظم الفلاحين بحكم الخبرة والتجارب التي اكتسبوها عبر السنين وتتفاوت أسعار السماد ويجمع بالسمرار كسماد الدواجن الذي يباع بأسعار متفاوتة وهي في ارتفاع مستمر ترجمة نانسي قنقر